رحى والد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي بالجديد حول مستقبله أي مستقبل ابنه وأيضا الفريق الذي سيلعب لحسابه خلال المرحلة المقبلة قال عبد الحفيظ بلايلي أنه سيفصل هذا الأسبوع في هوية الفريق الذي سيلعب له يوسف الموسم المقبل وكشف أيضا والد بلايلي أن أنقرا سبور التركي تقدم بعرض للظفر بخدمات ومهارات بلايلي وهو بدوره قدم لهم أي والده قدم لهم المطالب المالية ومنحهم مهلا للرد والد بلايلي يقول أيضا أن نادي الشارق الإماراتي يريد يوسف كذلك وأن هناك فريق تم الاتفاق معه بنسبة مائة بالمائة ويمكن أن يوقع فيه يوسف في حالة لم ينتقل إلى تركيا أو الإمارات تحدث ويلد بلايلي عن بعض النوادي التي تريد ابنه أيضا فأوضح أسماء كل من شباب الوزداد وملودية الجزائر والرجاء والوداد وحتى ترابزون سبور لكن خلال هذه التصريحات كان أبرز تصريح عندما تحدث عن المقابل المالي لخدمات بالليلي فقال أن يوسف يستحق أكثر من مليار شهريا وفي قطر كان يتقاذى سبع مليارات شهريا ولا يسعنا إلا الرد كما رد يوسف بالليلي التعليقات نبدأ بعزيز الذي كتب بالليلي يمر بلحظة غير منتظرة وإشاعات خطيرة كمال قال عنده صح في المبلغ اللي طالبه بينما كريم يقول الحقيقة أنت اللي ضيعت ولدك من أجل المال محمد كتب ولماذا غادر الدوري القطري يكن لابس عليه واش يزيد يدير بالدراهم لكن نقطة نظام اللعب الليلي غير منظبط ولو كان كذلك لو وجدناه في أحسن الفرق العالمية ربما تبقى هذه تعليقاتكم وتبقى هذه آراءكم مشاهدين التي ننقلها لكم دائما في برنامجكم تريند